السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تكون أصدقائنا ومتابعينا العزاء إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية رجعنا لكم بدرس جديد بهذا الدرس رح ناخد أهم الصفات وعقوسها باللغة التركية هناخد الصفة ومضادة عكسة باللغة التركية هذا الدرس كتير مهم للمبتدئين بتمنى قبل ما نبدأ بهذا الدرس يلي ما له مشترك بالقناة ينزل يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصلوا جميع شعارات دروسنا القادمة بشكل مباشر وبتمنى من الجميع إذا عجبوا الفيديو يدعمنا باللايك والشير حتى تعمل فائد لأكبر عدد ممكن وكتبوا لنا آراءكم بقسم التعليقات إذا حابين نستمر بهذه السلسلة أهم الصفات وعقوسها باللغة التركية كتبوا لآراءكم عن هذا الدرس إذا حابين مننا نستمر وبتمنى التفاعل بشكل أكبر ع القناة حتى نستمر بنشر المزيد من الدروس هلأ خلونا نبدأ بالدرس لدينا الصفة الأولى الصفة الأولى بشكل مزيد من الدروس وتعني ممتلق أو ملي ممتلق دولو 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 ممتلق مثل بردق دولو الكأس ممتلق بردق دولو بوش فارغ بوش فارغ بوش دولو بوش دولو الصفة الثانية كتشك 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 وتعني صغير عكسها بيك بيك كتشك بيك مثال كتشك عربة بيك عربة كتشك عربة عربة صغيرة بيك عربة عربة كبيرة أو سيارة كبيرة الصفة التالية دورو 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 مثال دورو كنش يورسون دورو كنش يورسون هم تحكي صح أو صحيح يانلش عكسها الصفة دورو يانلش يانلش مثال يانلش يابطن يانلش يابطن وتعني قمت بعمل خطأ أو فعلت الخطأ دورو يانلش دورو يانلش الصفة التالية كولاي كولاي وتعني سهل عكسها زور زور صعب كولاي زور كولاي زور كولاي زور كولاي مثال كولاي أدف وظيفة سهلة زور أدف زور بر أدف وظيفة صعبة كولاي زور الصفة التالية إنجه 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 وتعني رقيق إنجه رقيق قلن سميك قلن سميك إنجه رقيق إنجه رقيق قلن سميك الآن الصفة التالية أو الصفات مجموعة التالية قديم أسكي قديم أسكي جديد يني يني أسكي يني أسكي مثال يني عربة عربة جديدة أسكي عربة سيارة قديمة أسكي يني أسكي الصفة التالية سيرت قاسي طري يمشاك يمشاك ناعم أو طري يمشاك يمشاك سيرت قاسي سيرت 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 يمشاك يمشاك طري الصفة التالية قلابالك 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 وطاني مزدحم مزدحم قلابالك خالي أو غير مزدحم إذا كان المكان خالي وغير مزدحم مهجور يعني وغير مزدحم مغلق أطشك كلمة أطشك أولا معنى ثاني تيجي عدة معاني للألة تيجي فاتح مثلا أطشك مافي أزرق فاتح أطشك مافي أطشك فاتح أو مفتوح أطشك عكس فاتح كويو غامق إذا كنا عم نحكي بالألوان أطشك فاتح غامق كويو كويو غامق غامق مثلا أجوز عربا عربا رخيصة أو سيارة رخيصة أجوز عربا أطشك 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 غير مهم أُنَمْ لِي أُنَمْ سِيز الصفة التالية يُكْسَك 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 و تاني مُرْتَفَى أَلْчَاك مُنْخَفَض أَلْچَاك يُكْسَك مُرْتَفَى أَلْچَاك مُنْخَفَض يكسك ألتشاك الصفة التالية لبعدها أشار أشار وتعني تحت تحت أشار 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 تحت مثلا أشار إن إنزل لتحت أشار إن مثلا كنت بالبناء وشخص قال لك أشار إن أشار إن إنزل إلى الأسفل أو إلى التحت أشار إن أشار بك اليورم مثلا أنتظرك تحت أشار بك اليورم يكار يكار فوق يكار أشار أشار يكار أشار يكار الصفة التالية والأخيرة لهذا اليوم لدرسنا لهذا اليوم مضي إذا حابين نستمر بهاي السلسلة سلسلة أهم الصفات وعكوسها باللغة التركية كتبوا لي آراءكم بقسم التعليقات وبتمنى من الجميع يتفعل بشكل أكبر على القناة ويدعمونا بشكل لايك والشير حتى تعمل الفائدة لأكبر عدد ممكن ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم جميع إشعارات دروسنا القادمة وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار كتبوه بقسم التعليقات وانتظرونا غدا بدرس جديد إن شاء الله دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله